نتنياهو يصل غندا في جولة افريقية تاريخية اهلا بكم ونبدأ النشر من مجلس الوزراء الذي قرر في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان مقررا تطبيقه اعتبارا من يوليو الجاري وذكر بيان صادر عن المجلس انه في ضئ ما ورد من مجلس الوزراء بشأن تعديل القرار بقانون رقم 24 لعام 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تجديده مستقبلا انتهى الجدل في ملف التوقيت الصيفي ولم ينتهي في ملف امتحانات الثانوية العامة حيث يجرى التحقيق للكشف عن موقع اللجنة التي نشرت منها اجابات امتحانات مواد التاريخ والجيولوجيا والعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية اختبت بها اختتم طلاب النظام الحديث ماراثون الثانوية العامة وفي التقرير التالي ملخص لثلاثين يوما قضاها الطلاب في اقتبارات تحديد المصير وضعت الثانوية العامة اوزارها اليوم بعد ثلاثين يوما هي الاصعب حتى الان فما بين تسريب للمتحانات ونماذج الاجوبة ومظاهرات واستجوابات لوزير التعليم مرت امتحانات تحديد المصير مرت صعبة على الجميع طلابا واولياء امور ومعلمين ومسؤولين عام كان الاكثر تعقيدا بعد تسريب الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماعي حملت اسماء مثل شاومين بغشش سنوية عامة وبالغشش جمعنا بنت التسريبات من اول ايام الامتحانات وحتى اخرها تسريبات لم تترك مدة حتى امتحانات التربية الدينية تم تسريبها كل ذلك وسط اجراءات امنية مكثفة وعمليات تفتيش باجهزة حديثة للطلاب يبدو انها لم تفلح تسريب تله اخر وعمليات ضبط تلو الاخرى طارة لطلاب وطارة اخرى لمسؤولين بوزارة التعليم وعلى رأسهم مسؤول المطبعة السرية الا ان الغشة والتسريب ظل متواصلين وهنا لم تجد وزارة التعليم حلا سواء الغاء امتحاني الديناميكا والتربية الدينية وتأجيل امتحانات الجبر والتاريخ والجيولوجيا عدة ايام خطوة رأتها الحكومة اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص لكنها لم ترد الطلاب باعتبار انه لا ذنب لهم في تسريب الامتحانات ما دفعهم لتنظيم مظاهرات امام وزارة التربية والتعليم للمطالبة باقالة الوزير ومحاسبة المسؤولين صوت الطلاب لم يكن ليغير شيئا من واقع وجدت فيه الحكومة نفسها وخرج وزير التعليم يقول ان الاعادة مقتصرة على ما ثابت لديها تسريب بالفعل مشيرا الى ان التسريب مقتصر على نموذج الاجابة وليس ورقة الاسئلة اما موقف مجلس النواب فاقتصر على استدعاء وزير التعليم الذي اكد عدم مسؤولية الوزارة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالب لبعض النواب بسحب الثقة منه وضع يتفاقم وكان لابد له من حل والحل كان عند الرئيس الذي كشف انه سيناقش مع المجلس الاستشاري استراتيجية التعليم في سبتمبر القادم وعدا بنظام جديد للسانوية العامة بداية من العام المقبل شيرين مجدي النهار اليوم هذا واستعرضت كاميرا النهار اليوم البحر الاحمر اراء طلاب الثانوية العامة في الامتحانات الامتحان الحمد لله جيه سهل ومباشر وما فيش ناط ساعة بس هو الوقت ما كفناش وفي الاسئلة بتاعة الهندسة دي بتاقض وقت طويل بس الحمد لله الامتحان جيه كويس وسهل لا جيه تمام مباشر وكان حلوه الهندسة برغير برده جات حلوة وعلينا كويس يعني كان جيه مباشر بس هو الوقت يضوب يعني ساعتين بيكفوا بالعافية بس بس جيه مباشر امتحانوا جيت اماما قبل الامتحان كان فيه حوالي مسألة ومسألتين متصربين للأسف قبل الامتحان مش بعد الامتحان الطلاب لا تنتهي حيث يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الاثنين المقبل ولمدة سبعة ايام صرف اوراق بطاقات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية النوعية وبعيدا عن جدل الامتحانات تستطلع اللجان الشرعية والعلمية لدار الافتاء هلال شهر شوال واول ايام عيد الفطر المبارك ويتروح حدد اللجان التي ترصد الهلال بين سبعة واثنتين عشرة لجنة موزعة على جميع انحاء الجمهورية يذكر ان الحسابات الفلكية اظهرت ان بعد غد الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك وان صلاته ستكون في الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباحا كل عام وحضرتكم بخير واذا كنا نتحدث عن العيد فملابس العيد تعد واحدة من ابرز مظاهر الفرحة لسيما عند الاطفال ورغم ارتفاع اصعارها لكن الاسر المصرية تحفظ على هذه العادة السنوية حيث تزدحم الاسواق في الليل الاخيرة من شهر رمضان المبارك بدأت رحلة المصريين في البحث عن فرحة العيد بعدما فرغوا من رحلة الصيام وشراء اليميش في شهر رمضان رحلة ترى اثارها في الزحام المتصاعد امام محال الملابس الجاهزة قبيل عيد الفطر ولكن عزة ربة المنزل المصرية لم تنتظر الايام الاخيرة وشرعت في البحث عن ملابس لها ولزوجها ومن قبلهما لابنائهم الاربعة منذ بداية رمضان قلنا ايه نبدأ ايه من عشرة رمضان نزلنا باقي ايه احنا من مونيرة ايه هنا شوية يعني من كل حتة ايه ندور بردول اسعار اللي ايه ومناسبة لنا كده اسعار غالية نار السنة دي صراحة طعم 500-600 يعني عندي بنتي تلتة ستحة وفنادق دي جابلها طعم الواحدة بسبب وخمسين جنيه عزة ليست الوحيدة التي تبحث عن قطعة ملابس مناسبة وسط اكوام من الملابس مرتفعة الاسعار تسير وسط زحام قد يتخيله البعض معبرا عن الرواج وكثافة حركة الشراء ولكن اعداد المتفرجين تتجاوز عدد الذين يقبلون على الشراء هنشتري لها في استان ان شاء الله هي ورسقها اكيد هنجيب لها يعني بس من الشرطة ب135 يعني هدوم نحن ارخص من هدوم الاطفال يعني الهدوم بتاعنا يعني احنا الباضي ب85 ب125 الاطفال ده الشرطة بس ب135 انا اللي اعطوله هتلله خلاص شكرا معايش تلع كفيرة عليهم شوائي رواني هاخدين بباضينا ومشينا اه صار غالية طبعا وفي الاخر طبعا مضطرين طبعا اللي هنشتري والناس كلها بتشتري يعني دخنين يعني مناسبة العيد وكده يعني فمنطرين طبعا اللي هنشتري طبعا يعني هعمل ايه نازم نشتري برضه عشان العالة تفرح فرحة العيد فمضطر اجيب ارتفاع سعر الدولار واسعار المواد الخام بالمصانع ابرز الاسباب التي يسوقها اصحاب المحال التجارية لتبرير ارتفاع اسعار الملابس التي قد تحرم البعض فرحة الشراء السنة دي الموسم مضروب في حالة رقود بالسبب غلاء الاسعار الرهيب اللي احنا فيه يعني كل موسم بيقل يعني زي ما انت حددك شايفة كده المحلات كلها فاضية ما فيش زباين الزحمة في الشارع لكن ما حدش ماسك شنط يدريل على اني ما فيش حد الشارع حاجة من اي محل الحاجة غالية يعني انا مواغزة كنت بجيبش شبش بده 180 جنيه يجب بـ 230 جنيه يجب بـ 360 جنيه الطرحة دي جبت بـ 420 جنيه طب انبيحها بـ 45 بـ 50 جنيه الزبون بيجري وبيمشي مش عارف كم دي 45 بيجري الزبون مش لاي الناس تعبت مش عارف فيه وتختلف اسعار الملابس بحسب المنطقة وبحسب نوع المنتج اذا ما كان محليا او مستوردا ولكن الامر الذي لا اختلاف فيه هو ان فرحة البسطاء بهذا العيد باتت في مشاهدة المعروضات من دون محاولة لشراء هالا انديل النهار اليوم ومن فرحة العيد لفرحة عودة ديوف الرحمن الى ارض الوطن بعد انتهائهم من اداء مناسك العمر لهذا العام حيث تواصل مصر للطيران تسير جسرها الجوي لعودة المعتمرين وحتى الخامس عشر من يوليو الجاري المواثق العاشر من شوال وحتى امس الاحد عاد نحو 20 الف راكبين على متن 87 رحلة جوية الى ارض الوطن اكد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ان القوات المسلحة حريصة على المضي قدما في تطوير امكاناتها وقدراتها القتالية والفنية وذلك خلال افتتاحه عددا من الخطوط الانتاجية ونظم التأمين الفنية والاصلاح افتتح الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من الخطوط الانتاجية ونظم التأمين الفني والاصلاح داخل الورش الرئيسية التابعة لادارة الاسلحة والذخيرة واستمع القائد العام الى شرح تضمن مكونات الوحدات الانتاجية الجديدة والمرور على الاقسام المختلفة بالورش التي تم إنشاؤها وفقا لأحداث النظم التكنولوجية في مجالة الصيانة والإصلاح والمعايرة والتي تساهم في تلبية جزء من منطلبات القوات المسلحة من المنظومات الفنية وقطع الغيار للحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية العالية لأسلحة ومعدات القوات المسلحة وتطوير آدائها في مختلف التخصصات وتفقد معرضا لإنجازات إدارة الأسلحة والذخيرة تضمن نماذج للأسلحة والمعدات والمنظومات الرادرية والكهربصرية وقطع الغيار ونظم المقلدات ومساعدات التدريب التي قامت الإدارة بإنتاجها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المهام التي تكلف بها القوات المسلحة وأكد القائد العام خلال لقائه بعدد من مقاتل قوات حرص الحدود وإدارات الأسلحة والذخيرة والمركبات والشرطة العسكرية أن القوات المسلحة حريصة على المضي قدما في تطوير إمكاناتها وقدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها في حماية الوطن ودعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات وقام القائد العام بتكريم المتميزين تقديرا لأدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وجه مدير أمن أسيوت العلاقات العامة بالمدرية لتلقي طلبات أسر الشهداء والتواصل الدائم معهم وتقديم الدعم لهم كذلك خلال اللقاء مدير الأمن بأسر الشهداء ضمن حفل إفطار لأسر شهداء الشرطة نظمته مدرية الأمن أمس بنادي ضباط الشرطة هم شهداء الأمس وقد نكونوا إحنا الحاضرين شهداء اليوم إحنا كل يوم نخرج من بيوتنا حملين أكفلنا على أدينا ومستعدين للشهادة عشان وطننا عشان مصر فإحنا بنكمل بيهم هم الدافع دلوقتي والوقود اللي إحنا بنكمل بيه شهداءنا دول هم الوقود اللي إحنا بنكمل بيه دمهم هو الحراق واللي بحرك مواترنا وكل آلياتنا الجسدية عشان نستمر في الرسالة ونحمي بلدنا ومصرين نحمي بلدنا لآخر نقطة من دمنا إحنا لنا الجزء الكبير معهم فيه لأنه هم اللي عانوا من الألم هذه الأسر اللي استشهد أحد أبنائها ودول أصلا جزء كبير مننا وبنعتبرهم هم العمادة الأصلي بتاع كيف نحافظ على الأمن بأن يبقى عندك استعداد أنت وبتنفذ القانون تستشهد فيه سبيل القانون وأنا بقول رجل الشرطة الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا اللي بسبب وظفته ممكن في لحظة معينة ينول الشهادة بركة الشهر الكريم لا تزال تملأهم الصرافة في جنوبها حيث أصوان يستضيف أبناء الدابودية أبناء بني هلال على مئدة طعام رمضانية المزيد في سياق التقرير التالي ما زالت نسماته وكرماته ونفحاته شهر رمضان الكريم تجوب مدنة وقرى أصوان وهنا بالتحديد في منطقة السيل الريفي حيث داروا الضيافة لأبناء دابود اعتدأ أهل دابود التجمع منذ 25 عاما في هذا المكان تجمعهم هذه الموائد الربانية هذه المرة اختلفت عن سابقتها لأنها جمعت أبناء القبيلتين الدابودية وبني هلال أجواء الألفة والمحبة بينهم في رمضان تجوب ما شهدته القبيلتين العريقتان من تدهور لروابط الود والوصال نحن الحمد لله رب العالمين كان فيه أزمة بس السنوات اللي فاتت الحمد لله المائدة السنة دي بتضم كل العناصر اللي كانت موجودة قبل كده في أحد طرفي في موضوع المشكلة اللي هي إخواننا ووجراننا وأحبابنا ابناء بني هلال محمد صاحب السيد والمجوعة اللي معال لأنه دولا إخوة قبل أي حاجة وعلى فكرة هي مش جديدة برضو هم يكونوا موجودين برضو كل سنة بكونوا موجودين إنما بنستعيد السنة إن شاء الله بهذا لم يقتصر الأمر عليها بل امتد للقنصلية السودانية التي تحرص على مشاركة الحضور ومبارقة القائمين على هذه المائدة نحن كل سنة وحريصين أن نحضر مشاركة المجتمع الوسواني الجمعية الدبود كلها بتتمثل في دار الضيافة ونحن حريصين أن نحضر هذا الاجتماعي المشاركة الاستعدادات تبدأ عقب صلة المغرب حيث يقوم الشباب بإعداد العصائر ومنها الإبريق والكركدي وعصير المانجو بينما يفرشوا أخرون الحصيرة على الأرض أجمل ما في هذا اليوم هو الحركة الدائبة من الجميع الكل يد واحدة والتعاون هو المسيطر على الجميع كل يوم على مدار الشعر وكله كل يوم في منطقة فده اليوم المعتاد لمنطقة السيلة الريفة بدار الضيافة هذا شيء جميل ومعتدين عليه وكل سنة وحضراتكم بخير والشعب الأسواني كله بخير وفور انطلاق أذان المغرب يبدأ الجميع في تناول المشروبات والطمر وبعدها يجلسون رجال وشباب وأطفال في ألفة ومودة ورحمة الآن ونحن في مضيفة دار الضيافة بمنطقة السيل على مائدة الرحمن أو مائدة التعارف أو مائدة التحبة أو مائدة الحب والأخوة في الله تبارك وتعالى ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من فطر صائما في رمضان كانت مغفرة لذنوبه هكذا دارت دائرة شهر رمضان كأنه لم يظل إلا عشية أو ضحاها وهذه الأيام والليالي الجميلة تمر وتفنى جميعا والمهيمن باق وإلى المنية حيث سلم محافظها اليوم مفتيح تسعة منازل عدد من السيدات المعيلات بمركزي أبو قرقاس ومطي بعد إعادة بنائها وتأهيلها ضمن مشروعات النهود بالمرأة الممول من المحافظة ويبلغ عدد المنازل المستهدف إعادة تأهيلها مائة واربعة منازل بتكلفة إجمالية قدرها ستة ملايين جنيه لتحسين الأحوال المعاشية للسيدات الفقيرات وأطفالهم حيث يجرى اختيار الحالات بناء على بحث اجتماعي تحقيقا مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وفافق محافظة والإسماعيلية على مطالب أهل قرية ساربيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بإقابة محطة جديدة لمياه الشرب بطاقة مائة وعشرين لتر لكل ثانية وتكلفة ستة عشر مليون جنيه بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كما استعجل المحافظ إنهاء مشروع الصرف الصحي بقريتي ساربيوم وهويس ساربيوم وإقامة تسع محطات رفع بتوابع القرية شاء محطة مياه شرب لقرية ساربيوم استكمالا على المحطة الموجودة الفعلية الموجودة دلوقتي لننهي قصة مشكلة نقص مياه شرب لهذه المنطقة ذات الكسافة السكانية العالية موضوعات أخرى بقى إنهنا بصدد إنهنا ننهي قرارات نزع الملكية لأماكن تسع محطات صرف صحي بالإضافة إنه في لجنة طلع بعد العيد تعاين المدارس ومدى إمكانية إنهنا نحط في الخطة الجديدة اللي جاية التوسعات ورفع الكفاءة والإحلال والتجديد للمدارس لجوه القرية اقتصاديا تعلن وزارة التجارة والصناعة اليوم إطلاق شركة مدينة دميات للأثاف بحطور الوزير طارق قابيل ووزير التخطيط أشرف العربي ومحافظ دميات إسماعيل طه وتعد نسبة المساهمة المصرية في الشركة 100% بينما يبلغ رأس المال المرخص 5 مليارات جنيه ورأس المال المصدر 521 مليون و325 ألف جنيه المساهمون في شركة مدينة دميات للأثاف هم المحافظة بـ 50% وبنك الاستثمار العربي بالحصة ذاتها وشركة أيدي بـ 15% ووزارة الصناعة بنسبة 5% حكومة منفردة أو الكطاع الخاص منفرد يقدر يقوم بحجم الاستثمارات المطلوبة علشان نقدر نحقق معدلات النمو المستهدفة ومعدلات التشغيل المطلوبة وبالتالي أعتقد الشركة اللي احنا بنعلن عنها النهاردة هي بتوفر نموذج لتطبيق هذا الإطار اللي احنا بنتحرك فيه كدولة بتوفر آلية واضحة جدا لشراكة بين الحكومة والجهات العامة اللي ممثلة النهاردة في الجهاز التنفيذي في وزارة الصناعة مع محافظة ضميات معانا كبنك استثمار قومي وكشركة شركة أيدي لكن التصور والطرح هو ان ده تكون بداية لجذب استثمارات من القطاع الخاص في أشكال مختلفة تيجي تستثمر معانا وتكمل هذا المشروع اللي هو مشروع طموح جدا اللي هو واحد من الأولويات اللي موجودة عندنا في استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وواضح جدا ومحدد جدا في برنامج عمل الحكومة اللي اعتمد من مجلس النواب حتى 2017 2018 وأيضا واضح جدا في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 2016 2017 فاحنا في بداية العام بنحط التأسيس التأسيس هذه الشركة اللي احنا متصورين ومستهدفين ان شاء الله يتم تنفيذ استثمارات كبيرة في هذا المشروع تكون مرة تانية ضمن الخمسمية وتلاتين مليار جنيه اجمال الاستثمارات المستهدفة في العام الجديد ويكون كمان ان شاء الله مع جذب الكطاع الخاص يكون قلية لجذب استثمارات من الكطاع الخاص زي ما قلت اجمال الاستثمارات المستهدفة مش طبعا مؤكد مش في المشروع ده انا بتكلم اجمال الاستثمارات المستهدفة على كل الدولة طبعا قطاع الصناعة واحد من الكطاعات اللي احنا مركزين فيه جدا كطاع هو مش عايزين نقول الاهم ولكن واحد من اهم كطاعات الاقتصاد القومي اللي احنا بنعاول عليه كثيرا في المرحلة القادمة مدينة الاساس وشركة ضمياط النهاردة اعتقد انها بتحط اطار سليم ونموذج مالي واداري سليم جدا ازاي كمان يكون فيه صحيح يعني لحد الوقت ملكية عامة ولكنها الادارة مرة تانية وده بيأكد الفكر اللي احنا بنتحرك فيه دايما اللي احنا مقتنعين به فصل الادارة على الملكية وان ازاي الادارة تكون بفكر كطاع خاص والحقيقة سعداء ان النهاردة تم بالفعل في مجلس الادارة الاول بعد الجماعية التأسيسية اختيار مع الوزير اسامة بي صالح كرئيس غير تنفيذي للشركة والمهندس معتز بهاء الدين كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة الحقيقة بكل مجلس الادارة اللي النهاردة موجود في الشركة بإذن الله بيأكد مرة تانية اهمية فكر الكطاع الخاص في ادارة مستاذي المشروعات وفكرة الشراكة مرة تانية بين الحكومة والكطاع الخاص اللي انا عايز اأكد عليه ان برضو ده من المشروعات اوائل المشروعات الكبرى اللي بتدخل فيها ايادي وزي ما حضركم عارفين ان احنا كنا اعلننا عن ايادي من فترة والنهاردة الحمد لله ايادي موجودة على الارض في عدد من المشروعات لكن كمان وجود ايادي في الشركة دومياط النهاردة اعتقد كمان بيؤكد ان الكطاع كقطاع صناعة هو واحد من اهم اولوياتنا انا هنا بتكلم باسم بنك الاستثمار القومي كرئيس المجلس ادارة بنك الاستثمار القومي اللي نصيبه اربعين في المية في هذه الشركة وايادي اللي هي كمان يعني بنك الاستثمار القومي شريك اساسي فيها وحصتها خمستاشر في المية من هذه الشركة عندنا اهتمام كبير جدا بالصناعة وفكرة المناطق الصناعية وتطوير الصناعة وطبعا عندنا مزايا نسبية وتنفسية كبيرة جدا نقدر نبني عليها واعتقد مثال الاساس مثال واضح جدا في هذا الاطار فيعني احنا سعداء وان شاء الله متفائلين ان الفترة اللي جاية باذن الله هذا المشروع المهم جدا المهم جدا يكون على الارض في مدى زمني باذن الله يكون مناسب جدا جدا ومش بس اهالي ضميات ولكن مصر كلها تقدر تشوف تأثير حقيقي لهذه الشركة وهذا المشروع القومي المهم خلال المرحلة القادمة ومرة تانية يعني بقى اتوجه بكل الشكر وتقدير طبعا لمعالي وزير الصناعة وطبعا معالي محافظ دميات وكل الزملاء اللي اشتغلوا الحقيقة بقلب في هذا الموضوع خلال مدى زمنية يعني مش قليلة الحقيقة لكن اعتقد ان احنا النهاردة بنعلن رسمية ان احنا حطينا رجلنا على الطريق السليم وان شاء الله جاي يكون افضل وكل سنة وحضرتكم جميعا بخير على فتح كانت هذه كلمة وزير التخطيط اشرف العربي خلال المؤتمر وزارة التجارة والصناعة لاطلاق مدينة دميات للأثاث في ملفاتنا الدولية وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو الى اوغاندا اليوم في مستل جولة افريقية تاريخية تستغرق عدة ايام وتعد تلك هي الزيارة الرسمية الاولى لرئيس وزراء اسرائيل الى افريقيا منذ نحو عقدين من الزمن ومن المقرر ايضا يزور نتنياهو كينيا وارواندا واثيوبيا حيث يلتقي رؤساء تلك الدول ورؤساء المؤسسات الامنية والاقتصادية فيها كانت الحكومة الاسرائيلية صادقة الاسبوع الماضي على خطة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون مع دول القارة الافريقية باجمالية 18 مليون دولار وغير بعيد اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم قيام قواته بقصف الهدفين للجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال ان هدفين للجيش السوري استهدفا اثر نيران مصدرها سوريا استهدفت الحدود مع اسرائيل والحقت اضرارا بالسياج الامني ولم تقدم المتحدثة مزيدا من التفاصيل بشأن الهدفين او الاسلحة التي استخدمتها اسرائيل في الهجوم تراجع وزير الخارجية التركي مولود جويش اوغلو عن تصريحات سابقة نقلتها عنه وسيل اعلم تركية حول استعداد انقرة لفتح قاعدة انجرليك الجوية امام الطائرات الحربية الروسية لمحاربة داعش وقال جويش اوغلو ان خلال اجتماع للحكومة التركية اليوم ان بلاده يمكنها ان تتعاون مع روسيا في محاربة تنظيم داعش دون ان يرتبط ذلك بالسماح للطائرات الروسية باستخدام قاعدة انجرليك اما عن حالة التقس فيتوقع خبراء هي ترى الصد الجوية ان يسود غدا ان تقسن معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائلن للحرارة على الوجه البحر والقاهرة حار على شمال الصعيد وان يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتاقعة باذن الله تعالى اشتركوا في القناة اصلنا بحضرتكم الى ختم نشرة الاخبار وعليكم اهم ما جاء فيها الحكومة تتراجع وتقرر الغاء العمل بالتوقيت الصيفي انتهى امراثنا الثانوية العامة والتسريب سيد الموقف ناتانياهو يصل اوغاندا في مستهل جولة افريقية تاريخية ولمزيد من المتابعة لاخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار دوت دي في كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويفتو شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والى لقاء جديد